المرأة المستقلة مش شرط انها تكون سوبرونة او امرأة خارقة ممكن تكون واحدة عادية وطريقة بس لحنا مش بطلات بجنحات احنا بشر مش ملايكة الصورة والمعنى والروح وحتلقينا برغم كل اخطأنا وعيوبنا بيفضل جوانا دايما نقطة بيضا يستند يا مالك تاني ولسه مكملين معاكم موضوع فقرتنا زي ما شفته في التريلر هو عن المرأة المستقلة ويمكن المرأة المستقلة في مجتمعاتنا بتواجه مشاكل ومصاعب كتير جدا سواء اجتماعية او نفسية او مادية بسبب المشاكل اللي بتقابلها طول الوقت لكن فيلم فستان ملون للمخرج ايهاب مصطفى تناول موضوع المرأة المستقلة يمكن من زاوية ايجابية ونظرة تفاولية تقدر ازاي المرأة المستقلة تواجه الصعوبات والمعاقات اللي بتقابلها في مجتمعنا عشان كده هيكلمنا اكتر عن فيلمه استاذ ايهاب مصطفى ومنورنا في الستوديو ازاك ايهاب عملي اهلا بيك بالحمد الله يعني في البداية كده بس عشان كل السيدة المشاهدين يبقوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه دينا نبزة مختصرة عن الفيلم احنا عرفنا انه موضوع الفيلم عن المرأة المستقلة ولكن ايه بقى النظرة او الزاوية الايجابية اللي حضرتك اول ما جدت انا كان جايلي فكرة عامة ان انا عايز اعمل فيلم يصحح بعض المفاهيم الغلط عندنا في مجتمعنا يعني سواء العربي او المصري فمن ضمن المفاهيم الغلط كلمة المرأة المستقلة يعني ناس كتير جدا والأيديكيتد متعلمين كويس جدا وناس مثقفة ومش مش قادرين يعرفوا المعنى الصح للكلم طبين معنى الصح للكلم اولا المرأة المستقلة هي مش حالة اجتماعية معينة المرأة المستقلة ممكن تكون زوجة ممكن تكون ارمالة ممكن تكون مطلقة ممكن تكون مخطوبة يعني مش شرط تكون حالة اجتماعية معينة ومش شرط تكون عيشة لوحدها ولا الفيلم بيسلط على السيدة اللي بتبقى قادة لوحدها لا مش شرط هي كل الحالات الاجتماعية الفيلم فيه كل الحالات الاجتماعية المرأة المستقلة بتربي ولادها صح بتربي ولادها على الاستقلالية بتربي ولادها على الاعتماد عن نفس بتربي ولادها أي أم بتبقى عندها أولاد أو حتى لسه ما عندهاش أولاد بتبقى هي متربية صح فبالتالي بتربي صح فالاستقلالية هنا مش معناها أن أنا واحدة عايشة لوحدها وملهاش ده أو بحاجة وبتعمل هي عايزة ومش عارف ماشية إزاي يعني فيه مفاهيم غلط عندنا في المصطلح نفسه ده بداية كده فيبقى نتكلم عن المجتمع وعن المرأة بشكل عام والمرأة المستقلة بشكل خاص ده بداية الفكرة جات كده يعني يعني ده أو دي الزاوية اللي فيلمك بيتناولها إنه المرأة المستقلة هي المرأة القوية اللي تقدر تربي أولادها بشكل كويس وتبقى لها زاوية كتير إيجابية ده هاي حلو قوي طيب ليه اخترت اسم فستان ملون تحديدا عشان يبهوا اسم فيلمك ببساطة يعني الفستان هو رمز للأنوسة ده واحد ووطلات الفيلم كلهم سيدات وبنات بس يعني تاني نقطة الملون أو الألوان هي جزء من الفلسفة بتاعت الفيلم وتفسير لفكرة الألوان ونظرية الألوان وأن الشخصيات الألوان وكل لون أو التفاؤل مثلا يعني ده بعد تاني وردو ده بعد تاني وفيه ماستر سينز في الفيلم مهمة جدا ليها علاقة بالألوان طيب الفيلم يعتبر هو أول فيلم مصري من نوع الديكو دراما صح؟ يعني إيه أولا الديكو دراما وليه خطرت أن أنت تعمل الفيلم بالشكل ده؟ يعني ليه مش فيلم قصير ليه مش فيلم وصائقي ليه مش فيلم روائي ليه مش فيلم تسجيلي؟ هو طبعا عشان ننسبش النفسي فضل في المطلق كنوع الفيلم لكن هو يعني أول فيلم شخصيات نسائية حقيقية بطولة نسائية جماعية سيدات فقط بالشكل ده هو ببساطة خليط بين الفيتشر فيلم والديكومنتري فيلم خليط بين الفيلم الروائي والفيلم التسجيلي خليط بين الحقيقة والخيال الشخصيات حقيقية البروفايل بتاعها حقيقي كل واحدة ظهرة في الفيلم بشخصيتها الحقيقية لكن الأحداث فيها خيال الأحداث زي الأفلام الروائية ففيه ميكس بين الاتنين مع بعض يعني كل بنت من دول هي طلع بتحكي حكاية بتمثل حكايتها؟ بشخصيتها الحقيقية طب إيه أبرز القصص اللي أنت بتركز عليها في الفيلم؟ هو أنا كنت عايز أركز أن أي واحدة تتفرج على الفيلم أي مشاهدة عادية تتفرج على الفيلم وده حصل حتى لما سفرت بالفيلم بره يعني مش بس في مصر أي واحدة تتفرج على الفيلم تقول دي أنا أو دي أنا أو دي البطلات كلهم مع بعض أنا فبالتالي يعني يرفلكت الحياة الحقيقية لكل البنات والسيدات يعني زي إيه مثلا؟ يعني في أبرز مثلا قلنا قصة واحدة أو قصة من قصص السيدات اللي عندك اللي هي تدي تفاقل للناس اللي بتفرج علينا أو البنات اللي بتفرج علينا هم 14 حالة حالة واحدة من 14 لو قلت واحدة يعني هم كلهم حلوين كلهم كلهم مختلفين كلهم عاملين أتشيف منت كلهم على الترك كلهم عاملين ساكسس تورز كلهم عدوا طب معلش أيهاب يعني النموذج النجاح اللي انت بتركز عليه الساكسس ده في حياتهم الاجتماعية ولا العملية أكتر الدودة اللي اتنين مع بعض ده ده وكمان حاجة مهمة جدا التأثير في الآخر عشان دي حاجة مهمة جدا أنا نفسي ماشي بيها في حياتي إن فكرة إن هما إزاي الشخص يأثر في اللي حواليه سواء المحيطين بيه القريبين منه أو اللي ما يعرفهمش إنه لو تحط في مكان يقدر يأثر إنتوا في مكانكو هنا بتأثروا في المشاهدين في كل حد في مكانه بص يا رهاب هبسط هذا عشان أحرق لك مش عايز أحرق بس لا مش هتحرق لنا هقولك على حاجة يقول لنا كده ببساطة إنه في بنت مثلا عندها كذا سنة كانت بتعمل كذا وعملت كذا بس من غير ما تقول أسماء طيب هو فيه نمازج باينة قوي في الفيلم وفيه نمازج يعني الواحد بيفكر في هي عملت إيه فيه نمازج واضحة جدا فيه بعض الاسبيشال نيتس أو الاسبيشال كيسز في الفيلم ودول بيكانوا عملين شالنج رهيب جدا سواء حركي أو جسدي أو التعامل مع الآخر يعني ده نوع فيه نوع الناس الناس مثلا اتحولوا من النقيد للنقيد إن بأولادهم بأسرهم اتحولوا من وضع اجتماعي معين بظروف مادية معينة لحاجة تانية خالص وبكفح رهيب ومصاعب كتير جدا فيه حد كان الناس بصالوا بشكل معين وبيقول عليه حاجات معينة اتحول الموضوع ده لشكل تاني خالص ولسه بيفايته ولسه بيحاوله انت متمسك انت او مش عايز براء حاجة بس رفنا مش هنطلع من فترة لما انها رفت نقال النموذج طيب يهب انت بتركز جدا على المرأة المستقلة طيب هل المرأة المستقلة في مصر أو في المجتمعات الشرقية عموما مظلومة او مش واخد حقها او مفهومة غلط ما هو ده كان بداية الفكرة ان فكرة تصحيح مفهوم لا في الوقت اللي احنا عايشين فيه كانت تكون الافكار شوية تغيرت بس انت من واقع يعني اللي انت عايشه هل فعلا هي المفهوم ده لسه زي ما هو زي زمان فيه شريحة كبيرة مظلومة وفيه شريحة كبيرة مش واخد حقها وفيه شريحة تانية اثبتت ان هي لا انا واخد حقي وانا تمام وما فيش مشكلة وما فيش حاجة خلص يعني فيه ده وفيه ده الاتنين موجودين الاتنين لسه اه لا طبعا لسه فيه حاجات بعدين احنا عندنا مشكلة كمان فكرة الجدج او اننا الحكم على ده مشكلة ازلية عندنا وما زالت موجودة فدي من اكتر الناس اللي بيحصل عليهم حتة الجدج دي او الفوكس هي البنت او الستة طيب انا مش عارفة صورة اللي فيش بتاعة الفيلم مع انا ولا لا بس كنت عايز اسألك عنها تحديد ده انها كانت معمولة بشكل انه فيه فستان او جسد اللي بنت ومن فوق فيه زي شمعدان او شمع حاجة على حسب ما انا اهي الصورة ممكن تشرحها لي اكتر بتعبر عن ايه اه هي الفلسفة بتاعة اولا دي صورة الفيجول ارت اسمها شايماء علاء هي الفلسفة بتاعة الفيلم احنا لما اتكلمت معها قلت لها ده بيعبر جدا عن الفيلم هو ميكس ما بين المعاناية تحمل المصاعب فكرة اللون فكرة النقطة البيضة وسط الضلمة اللي انا قايلها في التريلر او اتعلت على لسان احدى البطلات يعني في التريلر فالفلسفة بتاعة الفيلم كلها في الصورة دي ببساطة طيب ايهيب انت ابطال فيلمك اشخاص حقيقين هل ده بيأثر في اداء الفنان تمثيله الرسالة اللي بيحاول يوصلها او اللي انت عايز توصلها من خلاله هل هو بتبقى وقعية او حقيقية اكتر لما تختار ممثل يتقمس الدور اه هو الموضوع ده جزء ايه جزء اللي بيمثل نفسه او اللي قدام الكاميرا وجزء اللي بيتفرج عليه بالنسبة اللي بيتفرج عليه الموضوع بالنسبة لي حققت اللي انا عايزه الكريديبالي بيكون عالية جدا بيحط نفسه مكان اللي بيمثل بيقول انا ده او انا دي او يعني بيبقى فيه انتراكشن فضيئة بين الاتنين بالنسبة للي بيمثل واللي قدام الكاميرا في الاول الموضوع بيكون صعب جدا لانه ما بيبقاش مستوعب او مستوعبة يعني ايه همثل نفسي قدام الكاميرا دول بطلات الفن اه اه ده كده عشرة منهم اه فضل الاربعة عشر او ماربعة عشر في الاول ما بيبقاش ياخد منك الوقت يعني موضوع مجهود شوية انت بتعلمه ازي يقف قدام الكاميرا ازي يمثل هو فعلا بيبقى صعب جدا لانه هو هو في ظاهره السهل الممتنع انا مش همثل انا همثل نفسي بس انا في النواق تنا بمثل لان الفيلم كان ميكس بين الحقيقة والخياء ففكرة ان انا امثل نفسي دي فغصبا عني ممكن واحد يبقى عايز يحط التوتش بتاعه فيبقى اوفر اكتنج شوية فلازم ننزل شوية عن الموضوع يبقى طبيعيين فكان بياخد مجهود شوية بس في الاخر بشكرهم كلهم يعني يعملوا مجهود كبير قوي معي طب شايف انو الافلام لما بتكون عن قصص حقيقية بيكون لها صدق اكبر اه اكيد اكيد يعني لما بيقول مثلا مأخوذ عن قصة حقيقية او في الحالة بتاعتي بقى كان هم نفسهم حقيقيين فلا الحمد لله بيبقى الانتراكشن كمان بشوفه في عين اللي بيتفرج بعد الفيلم ما بيخلص على طول حتى في الندوة او في الاسئلة او بيبان جدا يعني تأخذت وقت قد ايه تصور الفيلم سنة ونص ده مدة طويلة اه سنة ونص سنة ونص شاملة كل حاجة شاملة التحضير التحضير الميتنج الوركشوب اللي عملناها البروفات شاملة التصوير فيه جزء في الفيلم كبير فلاشباك ويهمني التغيرات اللي بتحصل السنية والشكلية للبطلات مهمة ان هي تبقى بينها في الفيلم فكان لازم يبقى على مدار فترة طويلة طيب الفيلم شارك في عدة مهرجانات انا حب اعرف منك يعني اهم المهرجانات اللي شاركت بيها بالفيلم وكمان ردود الافعال اللي جات لك عليه هو انا شاركت في اربع مهرجانات برا مصر وكان اول حاجة كان في فرنسا بس اللي هو فيه اتنين كان واحد كان البحر المتوسط ده بيكون في نوفمبر وديسمبر وفيه وفيه تاني المهرجان اللي بعده كان في كتيفيا ده كان في ألمانيا وبعدين رحت مهرجان في كينيا واخر حاجة كان بيروت السينماعي الدولي رجعت اول رمضان حلوة وفي مصر المهرجان القامل السينما المصري طب ايه ردود الافعال اللي جات لك الحمد لله يعني كل مكان الفيلم تعرض فيه الحمد لله طبعا الغرب في أوروبا بيبصونا كشرق أوسط وكمصر وكمجتمع عربي الحمد لله كان مستحسن حلو قوي التجربة اللي كانت حقية جدا بالنسبة لي لما رحت لبنان والفيلم الحمد لله تكرمنا في مدينتين في لبنان السيدات اللبنانيات كان بيقولوا انت كانك بتتكلم عننا يعني هو الموضوع مش بس مش بس انهو دام يعني يعني يمثل مكتمعات الشرقية مكتمعات العربية كلها فكان الانتراكشن عالي جدا يعني حتى في حاجات كانت اللعيط كان في حاجات كده تخلي الواحد يعني يبقى الحمد لله يقول الحمد لله المسج وصلت يعني طيب ايه باي خطتك بقى يعني انت بتجاهز لقيه بعد فيلم فستان ملون كنت أريت ان انت بتحدر حاجة عن تحرش تقريبا حاجة كده لا دكاء ده قبل ده كان كان أول فيلم عملته بس هو كان التحرش الفكري كان موبايل بيتحرش بتليفون أرضي حلوتي يعني 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 التحرش الفكري والتطور في نفس الوقت وإيه اللي يقدر يوقف التطور يعني لكن ايه ده أخطتك ايه فيلم اللي بتحضر له دلوقتي أنا حاليا فيه فيلم بمنتجه بس ان شاء الله يخلص الشهر الجاي ده بيتكلم عن جزء ماسك تاريخ اسكندرية مئة سنة اسمه حكاية غرفة بيعبر عن غرفة التجارية في سكندرية وطاريخ سكندرية كله هو دراما تاريخية ده أنا في المونتج بتعوى دلوقتي وفيه فيلم بجهز له بقى هو يعني رواقي طويل ساسبيند سايكو دراما اسمه روتوبيا اسمه ايه؟ روتوبيا روتوبيا اه واضحا هو بقى ايه لا قولينا قولنا نفسي شوية بس مش هنغش حاجات كتير روتوبيا هو يعني كل ما أنا مقلفها هو ميكس ما بين روت ويوتوبيا يعني روت اللي هو الجد وقاي الجدر وهي رحلة في عالم الجزور يعني ايه هو الجدر هو نفسي سايكولوجي اه سايكو دراما سايكو دراما حل ايهب نورتنا جدا مرسي ربنا خليه وان شاء الله نتقبل بقى بعد بعد منتاج فيلمك التاني ان شاء الله اتنوروني في العرب ويكون لنا لقاء تاني ان شاء الله نورتنا جدا ايهب مصطفى مخرج فيلم فستان ملون هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هيكون معنا فقرة ايش صح وما تمشونش عشان هنرجع لكم تاني بفقرة اين باكس بورجك عشاء الحرية منو انا لسه صبية وكبرت بيها سنين تاني سكنتها فيها ومش مستنية من حد غيري خليني في الدنيا قوية هكي يوم انسية او شفت قاسية مش هنسى ان في شيء تاني زي الحنية مخلو علي ومهما كانت أحسن يا تفضل فعليا قدت بداية هبتديها بفرحتي تنورني دنيتي ويفضل معايا كنت أحسن بها وايا وهعيش وهرجى باسمتي حق النهاية وتبدأ حكاية فيها علاجة حلوة زي الدنيا دي اشتركوا في القناة